بداية برج العقرة بدأ اشوف انت ممكن تكون بلشت هذا الشهر باحتفال بعض منكم ممكن يكون هذا الاحتفال كان يخص او يخص احد الاصدقاء احد المقربين او ممكن تكون طاقتك انت بهذه الفترة طاقة نوع من السعادة طاقة الاحتفال يعني جمعة بين الاصدقاء اللي مشمل عندك بهاي الفترة المهم ده اشوف انه بداية الشهر كانت حلويات انه انت هسا طاقتك شوية متحسنة من بعد ما باخر فترة كانت معرب ازمة ممكن معرب خلافات كانت عندك سواء كانت هاي الخلافات خلافات عاطفية خلافات عائلية ده اشوف عديت ازمة او عديت فترة من التعب اخذت ريس تصار لك تقريبا شهر كامل ده تحاول اتعدي من هاي الازمة وبالفترة الحالية عديت منها ده اشوف عندك نوع من السعادة او مو السعادة المفرطة وانما يعني الرضا الداخلي بالفترة الحالية عن وضعك وبصورة عامة وده اشوفك همينة شوية ما اخذ طاقة التسرع بهاي الفترة وده تحاول انه تخلي الاحداث بسرعة بسرعة تمشي او الاشياء اللي تريدها تصير بسرعة فخفف من سرعتك شوية بهاي الفترة اذا ده تحس انه انت ما متشافي بصورة كاملة حاول تستعيد شفاء بين وان وان ده شوفك انت متشافي البعض من عندكم ممكن يكون مار قبل الفترة خمس اسابيع او خمس اشهر بخلاف بينه وبين شخص وهذا الخلاف ادى الى تجريح بالكلام وادى انه الاطراف اللي كانت موجودة بهذا الخلاف كلها طلعت خسرانة من هاي المعركة مثل ما نقول فدا تحس انه انت مثل اللي اخذت هدنة بالفترة الحالية وهي الناس اللي تشنت على خلاف وياهم وعديت هاي الازمة ده شوف كانت عندك ازمة بالماضي انت بالفترة الحالية صار لك شهر تقريبا معدي من عندها معدي هاي الازمة ممكن الازمة تكون صار لها ثلاثة شهر او خمسة شهر مثل ما قلت لكم البداية عموما هاي الطاقة العامة ممكن تشمل الاوضاع العائلية ممكن تشمل العملية ممكن تشمل العاطفية هسا نبدأ نقرأ صعيد صعيد بالتفصيل على الصعيد المهني يا برج العقرب ده اشوفك بالفترة الحالية قاعد تحاول تتخذ قرار وبخصوص عمل معين انت مستقر بعملك ولكن ممكن تكون قاعد تبدي بالفترة الحالية تفكر بعمل جديد او عندك خطة او مشروع او تريد تغير المكان مكان عملك فهذا الشي مسبب لك شوية فترة متعبة بالفترة الحالية انه انت تريد تتخذ قرار بس عندك مخاوف من هذا القرار بس انا ده اشوف عندك انتقال من العمل اللي انت به العمل اخر هذا العمل اللي راح تنتقله اه طبعا ده اشوفه عمل رغم انه هو بتعب ولكن ممكن تكون يعني الارباح المادية لهذا العمل اكبر من الارباح المادية للعمل اللي انت تنت سابقا موجود بي ده اشوفوا البعض من عندكم ده يعاني من سلطة شخص بالعمل هذا الشخص ممكن يكون شوية صارمه بقراراته وظالم يعني ما قاعد ينطيق حقك بالعمل اللي ما ده يتاخذ المقابل لمجهودك مثل ما نقول بصورة عامة بس ده اشوفك انت بالفترة الحالية ممكن تكون قاعد تشتغل على مشروع تشتغل على خطة جديدة او ممكن حتى تكون مشغول هواية بالعمل بهاي الفترة بالفترة الحالية عندك هواية مشاغل لتخص العمل وعندك هواية تفكير بس ده اشوف انه عملك مستقر سواء انتقلت الى عمل جديد راح يكون الانتقال هذا بصالحك او اذا تشنت اساس انه انت يعني بعملك وراضي وده تفكر تدخل العمل ثاني فدا اشوف عندك موازنة بين الاعمال اللي راح تدخلها البعض منكم ممكن يشتغل شغلتين او بالفترة الجاية حيصر عندك راح يفكر انه يشتغل شغل ثاني بجانب الشغل اللي موجود هو هسا به بهدف زيادة يعني المادة او الربح لانه ايضا ده اشوف عندك امورك المادية بالفترة الحالية اكو عليها تركيز عالي من ناحيتك او بصورة عام مدى اشوف الاوضاع المالية مستقرة وده اشوف عندك قرار انه اما تنتقل من عمل او انه انت تدخل بعمل جديد بهاي الفترة صار لك فترة تفكر بهذا الموضوع بس منتظر انه شون يعني تجيك القوة انه انت تتخذي ده اشوف عندك قرارات مهمة بهذا الشهر يا برج العقرب ده اشوف قرارات على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي القرارات كلها ده اشوفها مدروسة راح تكون وقرارات واضحة وصريحة بهاي الفترة على الصعيد الصحي ده اشوف البعض منكم ممكن يكون يعاني من من شدة ضغوط وتعب عليه عنده ممكن يكون الامة بظهره والبعض الثاني للنساء ده اشوف ممكن تكون عندك مشاكل بالانجاب او يعني بصورة عامة عندك مشاكل بالولادة او هيش شي اللي انطلعت لي هنا انا ورقة الانجاب شوية مقلوبة فممكن البعض منكم يكون اما شاي لهم احد اطفاله المتزوجين او انه هو الشخص نفس يكون عنده بالفترة الحالية مشاكل بخصوص موضوع انجاب الشي اللي شاغلت تفكير برج العقرب بالفترة الحالية ده اشوفه ده يفكر انه هو ياخذ رست ياخذ هدنه البعض منكم قاعد يفكر انه يسافر فعلا ينتقل حرفيا يعني بس مو انتقال يعني يعني مو انتقال لدان ده يحاول انه يتخلص من التعب عليه ضغوط عليه اشغله هواية فده يحاول انه ياخذ رست ينتقل يسافر المكان بس هذا السفر يكون للترفيه عن النفس مو يعني كهجرة او سفر استقرار بمكان ثاني لا ده اشوف برج العقرب ده يحس نفسه بالفترة الحالية او ده يفكر جديا بموضوع انه هو يسافر ويترفه ياخذ نزهة وهاي الطاقة طال عدلي باول شي فده اشوف احتمال انه برج العقرب بهاي الفترة يكون عندك سفر ويا الاصدقاء ويا العائلة ويا اشخاص مقربين منك الهدف الترفيه عن النفس والاستشفاء يعني من بعد ازمة مريت بها فراح تحاول انه تسوي بالفترة الجاية اقول لك يعني فترة ده اشوفها كل شي حلو بالفترة الجاية قرارات راح تتخذها فانت ده تفكر انه هاي قرارات قبل ما تتخذها لازم انه تاخذ فترة نفسك ترفع عن نفسك تستراه ممكن حتى تبقى واحدك بهاي الفترة ده اشوف عندك طاقة سفر لغرض الترفيه عن نفس بالفترة الجاية على الصعيد العاطفي برج العقرب خلي نحجي شوي بالتفصيل على الصعيد العاطفي بالفترة الحالية ده اشوف انه انت طاقة الهاي برستس انت بالفترة الحالية ممكن تكون الروحانيات عندك عالية او الحدث عندك قاعد يشتغل وبصورة كبيرة او صحيحة بس انت من النوع اللي قاعد تفقد حدثك هاي المرة ده تفكر انه الاشياء اللي تحس بها هي تكون صحيحة بالرغم من انت سابقا يعني ما تشنت تهتم هوايل هاي الامور امور الاحاسيس امور الحدث اللي عندك ما تشنت تطيع اهمية بالفترة الحالية ده اشوف عندك طاقة الروحانيات كلش عالية طاقتك العامة اساسا طلعت الهاي برستس فانت بالفترة الحالية عندك طاقة روحانيات عالية وممكن تكون تفكر بشخص طاقة الروحانية اللي عندها عالية كلش لانه اللي وراها ده اشوف انه انت ممكن تكون محتار بين قرارين محتار شنو تاخد قرار او ده تحاول توازن بين شيئين بالفترة الحالية وده اشوف انه اكو شخص انت عينك عليه بهاي الفترة ده تحاول انه اتحافظ عليه اه شخص ممكن انت تكون منجذب الى انجذاب كلش كبير شخص انت مراقبة دائما متابعة اه شخص ده تحس انه انت لازم تمتلك او انه متريد اتفرط به بالفترة الحالية ده اشوف انه هذا شخص صجاك بعد ازمة مريت بها انت ممكن القدر يكون جمعكم لانه هنا طلعت لي طاقة الويلو فورتشن فهذا الشخص ممكن يكون علاقتك بيه علاقة قدرية رب العالمين هو اللي كاتب لكم انه تنجمعونه بظروف معينة حتى ممكن يتكملون العلاقة للاخر وطبعا الويلو فورتشن همينا تحكي انه ممكن اكو درس لازم انت تتعلم من هذا الشخص او انت تعلم هذا الشخص درس المهم يعني التقائكم بالحياة مكان صدفة فذا وشوف هذا الشخص انت ده تحس انه هو الحظ جابه اليك من بعد ازمات مريت بيها وعندك هنا قرار لازم تتخذه اكو بداية جديدة بس هاي القرار اللي راح تتخذه صار لك فترة ما قادر تتخذه يخص موضوع او علاقة علاقة منتها هي كانت بس ما مغلقة تماما ده اشوف بالفترة الجاية انت راح يكون عندك هاي الحيرة طاقة الحيرة بين شخصين شخص منه ممكن يكون برجة ترابي والشخص الثاني برج ناري البعض منكم هذا الشخص ممكن يكون راجع من الماضي انت ده تحاول تصدق او انت يعني شلون انت متريد ترجع لهذا الشخص او يصير كلام بينك وبينه بس ده اشوف هو راح يرجع يحاول يتواصل ياك بفترة الجاية وهذا الشي راح يخليك تتخذ قرار نهائي بخصوص هذا الشخص من بعد ما تشنت مناهي الموضوع تماما واللي بينكم تحس ان ما منتهي ده اشوف راح تاخد قرار ان تقطع هذا الشخص من حياتك نهائيا وتتمسك بالبداية الجديدة اللي موجودة عندك بالفترة الحالية لانه ده اشوف اكو شخص ممكن يكون دخل بحياتك بالفترة الحالية وممكن تكون انت محتار ما بين الشخص القديم والشخص الجديد اللي موجود حاليا قلت لكم الطاقات اللي عندي طارعة طاقات ترابية وطاقة نارية فده اشوف انه انت ده تفكر بالفترة الحالية او السابقة يعني انت شم تتعامل ويا شخص ممكن يكون عنده طاقة المراهق شخص غير ناضج اه شخص جاك من عنده احباطه تأخيراته ويا احبطك هذا الشخص سبب لك ازمة ممكن تكون الازمة نفسها اللي بها صار التجريح بالكلام وان هاي اللي ما تشنت متوقعها فانت بعدك لحد الان ده تشافه بها ورفزت دخلته بعلاقة جديدة ممكن يكون هذا الشخص راح يرجع يتواصل لهاك بالايام الجاية بس ده اشوف انه انت راح تتخذ قرار قطعي بخصوص هذا الشخص مرة ثانية البعض منكم ممكن يحافظ على هاي العلاقة اللي موجود بها هو حاليا من بعض الثاني ممكن تكون مشاعره ما زالت موجودة تجاه هذا الشخص فاذا الناس اللي المشاعر بعدها موجودة ده اشوفوا رجوع بيناتكم موجود خاصة ده تشان هذا الشخص برج الترابي اهنا طلعت لي طاقة برج العقرب مقلوبة انت بالفترة الحالية ده اشوف اه انت مو بطاقتك انت مو بطاقة برج العقرب طاقة اللي غلب عليك هي طاقة الهوائية طاقة العقل طاقة التفكير المنطق ماخ الطابع الابراج الهوائية عندك نفس الوقت الهواء يدل على السرعة فانت بالفترة الحالية قاعد تمشي بسرعة ماكو ماكو احد قاعد يقدر يسيطر عليك ماكو احد قاعد يقدر يعني يلزمك بهاي الفترة عندك طاقة تسرع تريد تقول شي بسرعة 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 نفس الوقت عندك اكثر من موضوع قاعد تفكر بيه بنفس الوقت ممكن قاعد تشتغل على اكثر من شغلة بالوقت نفسه فبالفترة الحالية قلت لكم دا شوف برج العقرب ممكن تكون انت تفكر شنت يعني مرتبطة بشخص من برج الثور او برج العذراء او الجدي طاقة برج الثور موجودة عندي هنا انا واضحة طالعة بالقراء فالتحدي اللي قدامك يا برج العقرب التحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على الاستقرار اللي انت بيه حاليا الممكن يكون هذا الاستقرار ممكن يكون تحافظ على الاستقرار المادي لبعض منكم اللي نقرأ عامه تحافظ على الاستقرار المادي للشغل اللي انت خايف انه تتركيفه تستمر بهذا الشغل وتحافظ عليه وتحاول انه تتقبل روتين هذا الشغل اللي موجود ويعني شلون ترضى بوضعك وتحافظ على عملك بالفترة الحالية وتحافظ على الاموال والمصاريف يعني اللي موجودة بالفترة الحالية يعني عندك حتى ما تسبب لك ازمة مالية بعديا بالفترة الجاية اما بالنسبة للجزء الثاني من عدكم اللي يخص التحدي على الوضع العاطفي اذا اشوف التحدي اللي قدامك انه انه انت تحافظ على شخص او العلاقة الجديدة اللي انت دخلت بها او حتى علاقتك نفسها اذا شنتو مرتبطين انتو يعني من فترة طويلة التحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على هذا الشخص وتتمسك بيعشد التمسك لانه دا شوف هذا الشخص عنده طاقة تعناد وعنده طاقة مخاوف هذا الشخص ممكن يكون قاعد يبحث عن الاستقرار بس مده يشوف الاستقرار موجود عندك بهاي الفترة او عنده يعني مخاوف اتجاهك انا ما قلت لك انت فاساسا عندك حيرة ما بين قرارين او ما بين شخصين فهذا الشخص ممكن تكون طاقتك واصلت له له السبب هو ما مرتاح فالتحدي اللي قدامك انه انت تحافظ على شخص او علاقة تحافظ على استقرارها وثباتها شلون تقدر تحافظ عليها انا قلت لكم هنانا التحدي وشلون راح تتجاوز هذا التحدي تتجاوز هذا التحدي انه انت تخلي طاقتك راسية مثل ما نقول اه ثقيلة وانه انت تبين مشاعرك الحقيقية لهذا الشخص تبين نواياك الحقيقية اتجاهه حتى هو بالطالي يكون عند نوع من الاطمئنان وما يطلع من العلاقة اللي موجود بها لانه دا اشوف هذا الشخص عنده طاقة شوية مخاوف وتردد ونفس الوقت هو ما قاعد يشوف جديتك بالعلاقة فهو محتاج شخص يكون جدي وياه بالعلاقة انت تظاهر انه العلاقة بينك وبينها متزعزع بهالفترة البعض من عندكم ممكن يكون هذا الشخص قلت لكم شخص من الماضي راح يحاول يرجع والتحدي اللي قدامك انه انت تتخطى هاي المرحلة وتتركه لانه القراءة عامة فمدى اقدر احدد شنو بتضبط الكل شخص بس قلت لكم اكثر من سيناريو حتى ينطبق لابد ما واحد منهم ينطبقوا اياكم المهم انه انت التحدي اللي قدامك بهذا الشهر تحافظ على استقرارك تحافظ على ثباتك توازنك تعرف تختار اختيارك قبل ما تختار طاقة التسرع هاي اللي موجودة الهوائية طلع من عندها ارجع الطاقتك الطبيعية حاول شوية تكون طاقتك همين هم مستقرة اخذ من الطاقة الترابية اللي موجودة حافظ على استقرارك المادي حافظ على علاقتك اذا كانت موجودة بعلاقة ومتخوف من عندها حاول تحافظ عليها بالفترة واتخلى عن الاعناد لانه اذا شوف عندك طاقة الاعناد عالية فاتخلى عن طاقة الاعناد اللي موجودة ولا تتمسك بالاشياء اللي تعرف انه هي مراح توصلك المكان يعني الشغل اذا انت عندك شكوك اتجاه مخاوف تعرف انه موضات ركترا اي اترالي